بسم الله الرحمن الرحيم الوعي هو الإطار العام الذي ينطلق منه أي فرد مننا في أي مجتمع ليتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه وهو بذلك يصنع لذاته كيانا وشخصية يستطيع من خلالها أن يلفت أنظار العالم إليه ومتى ما تشكل الوعي لدى المجتمع استطاع أن يتناغم مع القيم الإخلاقية والأدبية والاجتماعية وأن يكون مجتمعا متعافي وإذا غاب الوعي لدى المجتمع جاءت الفوضى وتفشت الأمراض الاجتماعية وكثرت التجاوزات ليس فقط على مستوى التعامل مع الحياة المدنية بل يتجاوز الأمر ذلك ليصل إلى عدم احترام الفرد لذاته وللنظم والقوانين التي تسير المجتمعات المتحضرة التفاعل مع عالمنا الذي يحيط بنا له دور هام في تطوير حياتنا على الصعيد الأسري والاجتماعي والخدماتي كما أنه يمثل عنصرا أساسيا في خلق وعي مجتمعي من خلال تفهم الفرد أو الجماعة للبيئة التي نعيش فيها ويبدأ أي مجتمع في خلق الوعي المجتمعي عند احترامه لذاته ولباقي أفراد المجتمع وعبر احترامه للقوانين والأنظمة المتوافقة عليها والتي تؤثر صير حياتنا اليومية بشكل منظم مما يجنب المجتمع من وصفه بالمتخلف والجاه الاجتماعي في ظل ما تشهده مملكة البحرين من انفتاح ثقافي وأعلامي مواكب للتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في العالم نستطيع أن نقول بأن هناك وعي مجتمعي لا يستهان به متمثل هذا الوعي في القدرة على تحمل المسؤولية والنضج الاجتماعي والذي يمكن قياسه من خلال سلوكيات الأفراد أفعالهم ردود أفعالهم في المواقف المختلفة وكذلك قدرتهم على التعامل بنجاح في مختلف الأزمات في الواقع هذا الوعي المجتمعي مستمد من ثوابت دينية عميقة تمثلت في إشاعة روح التعاون، احترام الأديان وكذلك تكريس ثقافة المحبة والتسامع الممارسات غير الوعية التي يقوم بها كثير من أفراد المجتمع تأتي إما نتيجة غياب الإدراك بمضمون الوعي المجتمعي أو نتيجة للمستوى التعليمي وتجاهل الأنظمة وعدم مراقبة الذات بالشكل الذي يرتقي بالبيئة المحيطة بنا وهو اعتراف ضمني من الفرد بعدم قناعته باتباع منهج اجتماعي قائم على احترام الذات والآخرين سواء في العلاقات بينه وبين الناس أو سلوكه في المناطق السكنية والطرقات العامة وهي بذلك تعكس مدى الوعي الذي يمتلكه أي فرد منه تعديز الوعي المجتمعي يعتمد بالدرجة الأولى على مدى رقي المستويات التي هي التعليمية والاجتماعية والثقافية فبالتالي عند حدوث أي قصور في هذه المؤشرات سوف ينعكس ذلك سلبا على الأفراد فلنتصور مع مجتمع مشحون من القضايا الأسرية والفشل الدراسي والتأخر الثقافي فبالتالي سنجد أفكار نتاج تفكيرهم غير سليم تنمية الوعي المجتمعي أصبح ضرورة هامة في هذا الوقت من الزمن مع زيادة الكثافة السكانية والتحديات الإقليمية والدولية التي نواجهها وخصوصا السياسية والاقتصادية لاعتبار الشراكة المجتمعية وللأسر دور محوري في تكوين الثقافة المجتمعية وهو دور يوازي دور المؤسسة التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة فهي دائرة تكتمل باكتمال محورها من خلال خلق برامج توعوية وتطبيق الأنظمة والقوانين واحترامها والالتزام بها مساء الخير جميعا نرحب فيكم في هذه الحلقة التي تم تخصيصها لمناقشة مستوى الوعي الاجتماعي الذي نمتلكه في البحرين كأفراد وفئات وطبعا مجتمع بشكل عام أشكر الأستاذة هدى الأنصاري على ما تفضلت به من حديث نعترض معها في بعض الأمور أو ندى الأخ ندى أنا آسف جدا سنناقش مع ضيوفنا بعض الممارسات التي لا تشكل وعيا مجتمعيا حقيقيا في بلد مثل البحرين اللي يفترض فيه أن التعليم والثقافة مزدهرة والوعي بالأشياء المحيطة أيضا وعي مهم ومتطور أبدأ بي الدكتورة مهان آل شاب سار خير دكتورة مهان رحب فيك مساء خير شكرا لحضورت معاننا دكتورة مهان ندى الأنصاري تحدثت عن الضغوط والأمراض الاجتماعية التي يمكن أن تتسبب في خلق ربكة في الوعي الاجتماعي وهذا ينعكس على سلوك الفرد سواء في البيت في محيط المنطقة أم في الشارع بشكل عام وعلى أداء في العمل حتى مع تعامله مع فئات مختلفة من سواء المراجعين أم المستفيدين من أي خدمة في مجال عملها ماذا تقولي؟ بالرجوع إلى مفهوم الوعي ماذا قال الباحثون عن الوعي؟ هي حالة من اليقظة العقلية تؤدي إلى إدراك الإنسان بذاته وبالآخرين وبالتالي الوعي الاجتماعي هو إدراك الفرد لذاته وللآخرين وللحفاظ على العلاقات الاجتماعية والقيم المجتمعية التي تحكمه وتحكم علاقاته بالآخرين حقيقة نحن في مملكة البحرين نفخر بأننا أولى دول الخليج في النهضة التعليمية والنهضة الثقافية والنهضة العمرانية الجميع على وعي كبير من الإحساس بالمسؤولية الوعي المجتمعي أو الوعي الاجتماعي هو إحساس بالمسؤولية إحساس بقيمة المكتسبات التي يملكها المواطن اليوم والتي ينعم بها الوافد والمقيم بالتالي الحفاظ على هذه المكتسبات يكون مثل الغيرة يعني أن الإنسان البحريني غيور على هذه المكتسبات الموجودة غيور على الحديقة العامة مثلا إن وجدت غيور على علاقته بجيرانه يحاول أن يحافظ على الشكل الجمالي البهي لشوارع المملكة وطرقاتها وأزقتها الصغيرة هذا الوعي قد يشوبه بعض الشواهب مثل عدم الاكتراث وهذا يرجع إلى الثقافة الأسرية في رأيي أنا الشخصي كل هذا يبدأ من الأسرة التعود والسلوك والإحساس بالوعي والإحساس بحرية الآخرين والإحساس أن حريتي تقف عندما تبدأ حرية الآخر فألا أتعدى على الجار وألا أتعدى في الطابور وألتزم بالطابور وألتزم بالحفاظ على النظافة في الشارع كما ألتزم بها بالحفاظ على النظافة في منزلي مثلا فهي تبدأ من الأسرة تربية وتعززها قيمنا أيضا الدينية والمجتمعية وكما أيضا تعززها النظرة الجمالية والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلة الله أكبر شكرا على هذا الإضاحة الجميلة السيد محمد بسال خير سيد محمد تقييمك لمستوى الوعي في المجتمع البحريني بناء على تاريخ البحرين بناء على حضارة البحرين بناء على المكتسبات التي تحققت منذ القدم نحن مثل ما قال الدكتورة مها نحن أصحاب تعليم قديم أصحاب إعلام قديم أصحاب صحافة قديمة أصحاب طيبة قديمة أصحاب تنظيم نحن شعب منظم ولكن الحياة المدنية الآن تغيرت مقاييسه فهل ترى في المستوى تغير أم تفاوت أم يعتمد على مستوى التعليم والنشأ أنا طبعا أشكر الدكتورة على توضيحها بمفهوم البيئة أو التربية الصحيحة في مجتمعنا البحريني وهذا الموضوع ليس من اليوم تربينا على عاداتنا وتقاليدنا القديمة في البحرين على هذا النمط نعم لكن اليوم اللي حصل شنو الوضع الاقتصادي حتى على مستوى الأسرة ولو كان أن الدخل كان عالي أم قليل يعتمد على الأب والأم في تربية الأبناء للطريق الصحيح نعم اليوم نحن نشوف في الشرع البحريني فيه شيء صح وفيه شيء غلط صحيح ولكن من يحكم عليه إذا أنا كمواطن ما حثيت هذا الشخص على أن هذا الشيء غلط أو هذا الصح فأعتبر شنو أنا مقصر في أداة عملي حتى على مستوى البيئة شلون أنا ربي أبنائي شلون أربي كجيل واعي فاهم بأن هذه الأشياء لازم تكون من الأساس نعم متى تكون من البداية من الصغر اليوم ما شاء الله احنا في التنمية البشرية على مستوى التعليم على مستوى الصحة على مستوى الأسكان اليوم نعم هناك فيه مردود صح ومردود غلط إذا نجي اليوم إلى المواطن تشوف ساعات حتى أنت الآن حين حطيت لنا صور في البرنامج تشوف مواطن راكب فوق الرصيف مع وجود مخالفة في الوقت هذا اليوم في البحرين تكون ترى مضاعفة يدرك هذا الشيء المواطن لكن متى أنا أخليه ينتبه هل أخليه ينتبه بالقانون أو بسعر المخالفة اللي راح يتفحها في المرور متى يتدع المواطن إذا شنو حدث في الخطأ وأنا أتفق مع الدكتورة قالت شنو على الأسرة أن تنمي أبنائها من الصغر مو مني شكراً لك يوسف صار خير يوسف متى أصغرنا سنن أعتقد في الجلسة محترام للسيدات هلا دعنا نسويه يعني الجيل الجديد مساهم فاعل في اللخبط اللي احنا فيها وأنا قادر يمكن يزعلون لكن الحقيقة والواقع تقول شي دي خلينا أقولك ليش الجيل الجديد صارت له خيارات كثيرة ما كانت موجودة عندنا أحنا يعني أحنا كنا أول خياراتنا محدودة جداً يا تلعب كرة يا تشوف التلفزيون يا أن أنت يودونك سينما إذا رضوا عليك أو عندك سيكل والسيكل لازم ترجع للمغرب الآن أصبح المقياس والمفهوم كله متغير بالعكس الأبو صار أول يخاف حتى من الولد أحياناً شكلت الطفرة الحديثة ثقافة غريبة عند الشباب البحرين وشباب المنطقة بشكل الحام هل تتفق معي؟ في بادي الأمر أستاذ أنا أتفق معك في جزئية وأختلف معك في جزئية أتفق واختلف تفضل أنزيل بالنسبة حق الاتفاق إحنا لو نقيس وعي الشباب البحريني في الوقت الحالي بس خليه أقولك أنه أنا ما عمّنت إي لا لا أكيد لماذا أنا قلت لك أتفق وأختلف معك لأن الأشياء هذه لا تعامع لنا إحنا كلنا أنا أتفق معك أنه خلنا نقول أن الشباب لهم دور جداً كبير أول شيء في نشر الوعي في نفس الشيء إلى الحال أنه إحنا موجودين فيه لو في عدم الاكتراث وعدم الانتبار أتفق معك لما قلت أنه بالسابق ما كانت فيه خيارات موجودة ولكن حتى تعدد الخيارات في زمننا الحالي يخلق الوعي عند الشاب في اتخاذ القرار لأن أنت حلو تشوف أنت تشوف أنت معظم الشباب الوحرينيين تشوفهم واصلين إلى مثلا أدت مناصب أدت جهات لو تلاقي هو موظف بسيط أو طالب جامعي ملتزم بحضوره دخوله بخروجه حتى بوقفته السيارة مشيته تلاقي لبسه هندامه هذه الأمور تبينك مدى التزامه لو بنروح في الجزء اللي أنا أختلف أنا انتفاقت معاك الآن والجزء اللي نختلف فيه اللي أختلف فيه أستاذ أنه بالفعل التعدد الخيارات خلق لنا جيل غير واعي وغير مسؤول لما الشخص اليوم يمشي في الشارع مثلا أو خلنا نقول يمشي السيارة قاعد يسوق مو حط لحظام وشاب ويادر أنه هذه عقوبة ودخن ويدخن ويتكلم تلقون بالضبط هذه عدم وعي وعدم اكتراث بالإضافة أنه أضيف على اللي قاله أستاذ ذاتنا هنا أنه كل هذا الوعي ما نقدر نحن نخلقه بطريقة بعصى سحرية هذه دايما يأتي من وين من البيت من البداية قد حتى في بعض الحالات أستاذنا أنت تشوف أن هذا الوعي ما يكون موجود في البيت ولكن فقدان الشيء بعد يعطيك يعطيك هذا يخلق لك الوعي سعاد شكرا لك أستاذ محمد الخال أستاذ الخير محمد يعني في أحد اللقاءات مع محافظة الجنوبية تكلمنا عن المشاكل اللي اللي حقيقة مبادر بتدوينه يعني على ورقة وهذا الشيء يسكر له وكانت هناك مشاكل في الجوانب المتعلقة بالعمل البلدي اللي خلت منطقة مدينة عيس بالذات منطقة نموذج للفوضى نعم ويسمحون للإخوان القائمين عليها نعم يعني على استخدام هذا التعبير نعم شارع سبع وسبعين هو نموذج للفوضى شوارع أخرى التجمع الهائل لسيارات للبيع دون رقابة مع احترامنا لأن لكل ما يأخذه المكتب من قيمة على أساس يعرض السيارة أو يبيعها هذا متعارف عليه في العالم كله ولكن نحن نرفض بعض الأمور التي تنظم حياتنا في بيوت بنفسجية وفي بيوت صفرة قامزة وفي بيوت سود وفي بيوت بيض ولك أنت تخيل كأنك يعني فاتح كاتلوج وتختار لون لبيتك الجديد هذا لاوعي هذه مبقلة وعي هذه لاوعي أنتم كمجلس بلدي يا أن أنتم غيبين نفسكم يا أن أنتم عندكم مشكلة مع الإدارة التنفيذية في الوزارة نفسها هذه المشكلة راح تودين إلى مرحلة أسوأ ولن تخلق وعيا مجتمعيا يشارك فيه الجميع يعني خلينا نتكلم بصراحة شوي طيب شكرك خوي سامي طبعا أنا راح أكون شفاف لأخر درجة على اعتبار أن هذه الموضوع نعم نعم راح شفاف فيه أكيد راح نكون شفاف في نقل المعلومات التي تأتي لنا من الناس وملاحظات متكررة تصل لبعض الأحيان من بعض المواطنين أنا أقدر أسميها تطرف تطرف في التعدي على القانون نعم أتحدث عن قانون المباني وقانون البلديات فعلا سواء على سبيل المثال إشغال الطريق إشغال الطريق عندنا في مدينة عيسى للأسف الشديد يعني بصورة سيئة يمكن خلنا نقول الظروف السابقة والتحول للإداري اللي بإلغاء المحافظة الوسطى والانتقال إلى المحافظة الجنوبية في ذاك الوقت طبعا نحن لا يعني نسيء للجماعة اللي كانوا يشتغلون في ذاك الوقت لا ولكن فعلا هناك نوع من الانفلات في تعقب هذه المخالفات من المواطنين الذي يرتكب المخالفات هم مواطنين للأسف للأسف الشديد إضافة على ذلك أن المحاولات اللي قامت فيها المحافظة الجنوبية في شخص المحافظ أكيد أن هي محاولات أنا شوفها متأخرة في وجهة نظري لأن اليوم يعني أنت كيف تصلح يعني مدينة كاملة صعب أنت بتتكلم عن الشوارع التجارية بتتكلم عن البيوت الآية للسقوط بتتكلم عن سكن العمال كلها مواضيع يعني تشكل قنابل موقوتة وسط الأحياء السكنية فاليوم الإجراءات أكيد الجماعة في بلدية المنطقة الجنوبية مشتهدين خليني أقول لك كام عدد المفتشين في الجهاز التنفيذي تبيتعرف أقول لك رغم نقول ثنين ثنين لما نتكلم عن الوعي المجتمعي نعم فأنا أتكلم عنك وعني وعن الدكتورة وعن النقيب وعن مصعب وعن الكل طيب بس لأن مثل ما قلت المواطن هو من يقوم بهذه المخالفة نعم فأهو مستفيد من عدم وجود نظام وقانون نعم أنا أتكلم عن المواطن الذي يقوم نعم بالمخالفة نعم أكيد هما يعني خلنا نكون بعد الواقعيين يعني أكيد يعني البحرينيين ترى ناس ملتزمين ويحبون النظام هذه من خلال احنا يعني تعاملنا معهم المباشر ولكن هذه الفئة القليلة نقدر نقول قاعدة تزيد بسبب تصرفاتهم الغير لائقة لأن الجيران قاعدين يشوفون بعض خلو الشيء ايه الجيران قاعدين يشوفون بعض فيقول لك مثل ما هو سوى أنا سوي لأنه لنحن حاسبة ما في الجهاز مجتهد ولكن في الوضع اللي احنا فيه اليوم انت تتكلم عن محافظة جنوبية إلغاء محافظة ودخول محافظة على محافظة بهذا الحجم وبهذه الكثافة السكانية على مفتشين اثنين كيف تدير العمل جهاز تنفيذي جهاز تنفيذي قاعد يبذل جهود جبارة لاحتواء هذه المشكلة إذا رجعنا حق الوعي المجتمعي لو احنا كنا المواطنين نتكلم اللي يعني يفترض عندهم وعي مجتمعي بقيمة الشارع بقيمة الجار بقيمة المرافق العامة صحيح حين الدكتورة تقول لك الحداق تعال اوديك هنا الحداق في مدينة عيسى شوف شوف في حدايق في مدينة عيسى في حدايق ولكن يعني للأسف مكسرة وحالتها تعبان أنا لا تكلف عن بلاد عيسى بقيمة الدوار اللي عقب الإعلام تم صرف عليدي عشان تحطون عليه شعر وتحطون عليه غيره يعني 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 بدل ما أنا أسوي دوار يكلفني فوق المائتين ألف دينار نعم خلا سوي حديقة اللي ما تكلفني يعني لا تقولون حديقة تكلف مائتين ألف دينار ما تكلف حديقة نعم كلها تراب ودور رفتين نعم وملعب كرة قدم يعني هذه المشكلات نحن نحب الحصة ناس تحب الحصة إلا بنحط يعني ما نمت إحنا أيو ياوة من الفرجان في الدفن نلعب على تراب الله يكرم السامع نلعب كرة قدم ما طلبنا زراعة حشيش صناعي ولا وضع حشيش صناعي ولا زراعة فبالتالي إحنا وين نتينا هذه الأفكار لا هو طبعا أكيد أنت يعني زمانك بخول غير زمان الشباب اليوم غير لا بس أنت اليوم يعني طالما إن مثلا الملاعب الحديثة متوفرة فأنت بعرصار من واجبك إنك أنت توفر خدمة حديثة نحن صارت دوارات حديثة مملاعب حديثة يا أستاذ الكريم شكرا لك على الإضافة برجع لك مصعب وين وين يسلوك الخاطئ للبحرينيين يعني أنا أعتقد أن الثقافة وهي برجع للدكتورة أيضا إحنا ناس طيبين البحرينيين دايما نقولون عنه ناس طيبين فأي تيفئة من أي بلد تفرض ثقافة علينا وإحنا نرضى بها لأنه مريح بالنسبة لنا يعني أحين ما يحتاج تنزل أنت البرادة هارن توقف عند الخباز وحد من السيدات ولا أحد الساد يمر يطيق هارن يخرعك يمك ياهل ما يهمه أهم شي يطيق هارن عشان يأشر عشان مئتين فلس ونفس الشي في المطاعم الباقية فأنت تخيل كمية لهرانه ودون وعي هاي مريض هذي متأزم عنده قلب عنده سكر عنده ضاق ما يهمه أهم شي أنا ما أحاول من السيارة نعم وين وين اللي نقول عنه البحريني الراقي وسمحون لي يعني أرجو السماع يعني خلنت أكلم شوي بصراحة لأن إحنا وصلنا إلى وضع مبحلو في حاكمي يعني نعم مبحلو روح روح الرفاع روح المحرق بعض المناطق محرق اللي ينشرح قلبك لها ولناس طيبين يعني الحد شنو صارت بعض المناطق في المحافظة يعني تغير الوضع ليش هل فعلا ما عندنا واعي ولا إحنا نقول لا في قانون ولا يهمنا قانون ولا يهمنا نظام ولا يهمنا غير آسف على التطوير لا مو مشكلة أنا عندي نظرية طبعا قاني تكلموا في صراحة كوني أيام ميثاق العمل الوطني ما كنت في البحرين كنت في الدراسة والأسف فاتني شرف في التوقيع على الميثاق لهذه السبب بس كان في فترة ما بين توقيع الميثاق ورجوعي أدت أشهر طبعا رجعت كانت عني دراسة لما رجعت هنا حسيت فعلا بتغير طبعا بتكلم عن تحليلي الأسباب طبعا تغير وين قمت أشوفها قمت أشوفها في دوار الحكومية من ناحية طريقة تعامل الناس مع الموظفين طريقة تعامل الناس حتى مع رجال الأمن مثلا البسيطين أو مع اللي يشتغلون في المدارس أو غيرهم وطبعا أكبر ملعب ممكن نشوف فيه تغير السلوكيات اللي هو الشارع يعني أقصد يعني الشارع الحقيقي اللي هو السلوكيات المرورية فهني حسيت بصدمة وين البحر من عدة شهور هاي ملحطي شخصية كانت وين الحين أنا بالنسبة لي هذي هو كان حد فاصل طبعا اللون فيه أكيد مو بالمشروع الأصلاحي وأكيد مو بالتطور اللي تفاضل بجلالة الملك الموضوع أعتقد قد يكون إعلامي يعني أرجع حك تخصصي أعتقد إعلاميا لم يتم التعامل مع موضوع الوعي بشكل كافي إحنا كثر ما احنا متطورين كثر ما لازم انتواضع وكثر ما لازم انتكاتف مع بعض ونحب ديراتنا ونخدمها وليس نحس بأن احنا ارتقيننا فوق الجميع خلاص حصلنا ديمقراطية هل في سوق فهم ممكن قد يكون الديمقراطية من الأس يعني الحرية الحرية بالضبط فأنا اتفق مع رأي الدكتورة أنه في وعي الكل عنده الوعي لكن في عدم اكتراث عدم اهتمام والله أنا وانتو بكرامة بقط القرطاص من السيارة وفي واحد غيري بيشيله أنا والله لو بحصل المخالفة فبتكون المخالفة بسيطة جدا وبقدر أتحملها لدرجة أن بعض الشباب ما يلبس حزام يقول أسطحي جدا يلبس حزام ودارة مرة في الإذاعة ودارة المرور قالوا أن البعض يدفع مبالغ خيالية بالمئات يمكن كل فترة بس أنه ما يلبس حزام وإذا الإشارة حامرة ما يوقف أنا بالنسب لي هذه هي النقطة الفاصلة واللي لا زالت مستمرة فأعتقد أن الدور إعلامي خالي بس لين يشتري لسيارة خالي أخذ لدرجة الهوائية نعم ويستخدم هل أحد بلزمن بحزام بتخلي فيه خبر كان حتى الدراجة الهوائية قبعات ما في الدراجة النارية ما أحد يلبس نعم هذه الشيء بالشيء يذكر على سالفة القبع في بريطانيا أنا يعني من الناس اللي دائما أخذ هاي البلد مثال في بريطانيا ما تشوف ناس تتعور وائد في مواقع البناء لأن اللي ما يلبس الخوذة أو الواقية هذه ما يندفع لها روح أنت تدفع علاجك نعم بس إحنا هنا في البحرين زين سبعة عمال يشتغلون ونصهم لابسين الله يكرم السامع نعل يعني يدوس على مسمار تروح ريلا نعم فهنا عندنا عندنا مشكلة بنرجع لها نقيب فاطمة سعد مساء الخير رحب فيك وشكراً لحضورت وهذا تعاون دائماً بين وزارة الداخلية أنتو الله يعينكم الله يعينكم في المرور الله يعينكم في الدفاع المدني الله يعينكم في وائد مور ولكن إن شاء الله على مستوى المرور سالفة النقاط هذه بتخلي 20% ما من شون سيغير في البحرين بأن نقاطهم بصير فوق مستوى الوعي شلون تشوفين عند المواطن أنتو كوزارة وأنتو بالذات في الإدارة العامة للدفاع المدني بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً في البداية يا مسيح عليك أخوي بالخير وعلى ضيوف البرنامج والمشاهدين وأشكركم استضافتي في هاي البرنامج بالعكسة هنشرح الله يسلمك طبعاً نحن في وزارة الداخلية نتمثلين في الإدارة العامة للدفاع المدني طبعاً هدفنا يعني هو حموية الأرواح والممتلكات طبعاً وإحنا دورنا التوع ويمستمر على مدار العام طبعاً هاي توجيهات من قيادات وزارة الداخلية طبعاً وعلى رأسها سيدي معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله طبعاً سيدي سعادة اللواء طارق حسن عيسى الحسن رئيس الأمن العام ومثل ما قلت إحنا دورنا التوعوي مستمر على مدار العام من خلال عملنا في المحاضرات التوعوية اللي نقدمها حق الناس الزيرات اللي نقدمها في مراكز الدفاع المدني المنتشرة في جميع المحافظات الحملات اللي نقوم فيها حق الناس على مدار العام كلها من أجل يعني حماية الأرواح والممتلكات طبعاً ورؤيتنا المستقبلية أننا نحن نحقق أعلى معايير السلامة من أجل اللي هو تقليل اللي هو الخسار اللي تضار باقتصاد المملكة نقي بفاط بشي خبار التخيم السنة بنسبة الحوادث عددها إذا عندك والله يعني بالنسبة حق مغارنتنا حق طبعاً السنوات الماضية نلاحظ صراحة في وعي في وعي طبعاً خصوصاً حادث وفاء في البداية أعتقد بداية التخيم لكن ما سمعنا عن حوادث بليغة يعني نعم طبعاً نحن يمكن مثل ما ذكرت أننا حملتنا على مدار العام طبعاً من بداية موسم التخيم لغاية نهاية الموسم في عندنا حملة توعوية بالتنسيق مع المحافظة الجنوبية وكذلك بالتنسيق مع المركز الأمني بالمنطقة الجنوبية عندنا فريق مختص من مكتب العلاقات العامة بالإدارة يقوم بزيارة التفتيشية وتوعوية على هاي الخيام عساس أن نحن نتأكد من اشتراطات السلام الموجودة في هاي الخيام وبالعكس يعني أنا أشوف ما شاء الله في وعي يعني وعي كبير لدى المخيمين يعني 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 العام السابق أنا يعني بنفس نزلت في هاي الحاملة عساس أن يعني مثل ما تقول نحنا عساس أن تقتربون نحن نقترب أكثر خصوصاً من المرأة يعني فعلاً فيه وعي يعني يعني يمكن في السابق يمكن حتى على يومنا إذا نحن نروح البار يعني مستحيل بتحصل طفوات حريق موجودة داخل الخيمة أو علبة تسعفات أولية في يوم رحت بصراحة يعني تعجبت شفت أن ما شاء الله مستوى الوعي عندنا يعني ما شاء الله زاد يعني الحمد لله وحتى بالنسبة نسبة الحوادث الحمد لله نحن نشوف يعني إذا الوعي زاد قلت الحوادث قلت الكوارث دكتورة مهام خلينا نتكلم شوي عن جانب آخر من الوعي وأنا إياه إلى الستيديو سمعت الأخ عماد لغتسيمة في برنامجهم وأحد المشاركين كان يقول أنا وضعي ما تغير في الوظيفة من ثلاثين سنة يمكن بالغ شوي لكن خلينا نتكلم عن الوعي لدى الإداري القائم على الإدارة أو القائم على المؤسسة عندما يمتلك وعي شي صير فيه وعندما لا يمتلك وعي شي صير فيه يعني أنا أتكلم عن التأهيل التدريب أتكلم عن الترقيات النفسية الأداء الالتزام هناك أشياء يعني وأدوات كثيرة ممكن أن تتوافر لدي أنا كشخص لما أشوف أنا قائد المؤسس الذي أعمل فيها يمتلك وعي إداري وعي إنساني ووعي اجتماعي حتى بالإضافة إلى الوعي الوظيفي والوعي التدريبي والتأهيل أشكر أشكر لك سيد سامي إثارتك لهذا الموضوع هذا الموضوع ذو حساسية بالغة لأن الموضوع في تصوري الشخصي ينقسم إلى شقين هو إدراك الموظف نفسه بقيمته في العمل وقدرته على تطوير ذاته وأيضا ممكن تكون إدارة الإداري المسؤول عنه ممسؤولية مباشرة والذي لديه خطة طموحة وطويلة الأمد لتطوير الكوادر وتأهيلها وتدريبها كلنا عمل في وظائف مختلفة في القطاع العام في القطاع الخاص وحقيقة هناك الكثير من الاستسهال هناك كوادر تعي دورها وتعي كفاءتها وتتمنى أن تتطور إذا لقت لها ما شاء الله مدير واعي حريص على تطويرها وتأهيلها حتى أيضا لتأخذ المناصب الإدارية فيما بعد فالحمد الله ما شاء الله طريقة سلك ولكن إذا اتسم الموظف بالتبلد الوظيفي وحرص على الكرسي والراتب نهاية الشهر بدون إضافة نوعية لما يقدمه إلى وظيفته أي أن كانت كلنا مهمون لا توجد وظيفة ليست لها أهمية ولا توجد وظيفة لا يمكن أن تتطور وإذا أنا أردت أن أتطور ممكن بالتعليم ممكن بالتدريب ممكن أيضا أغير الكرير تماما وهذا وارد لهذه الأسباب نجد مؤسسات تنجح وتزدهر وتتطور وبالعكس يتهافت الشباب للانضمام إلى هذه المؤسسات أو لهذه الوزارات لما لها من نظرة ورؤية مستقبلية للتطوير وهناك وعي وإدراك وإحساس بالمسؤولية لدى صاحب العمل إن كان في القطاع الخاص حرصة على الموظفين دائما هناك مقولة أنا أستشهد فيها ومقتنعة فيها شديد شديد الاقتناع وهي أن الموظف هو رأس مال المؤسسة التي يعمل فيها أو ينضم إليها فإذا حافظنا على هذه القيمة بالتالي حافظنا على الاستثمار الأمثل للمؤسسة التي ينتمي إليها يعني هناك من قام ويقوم بالاستهزاء حتى بموظفي المؤسسة وهذا لا يخدم المؤسسة ولا يلمع من الشخص النفس الذي يتكلم بهذه الأسلوب ولا يزيده من الاحترام يعني عموما فهناك حقيقة بصعب عندك رأي في هذا الموضوع تحب تقوله فيما يتعلق بالمؤسسة يعني إدارة المؤسسة والوعي الإداري عند الفضل عندي عندي مثال من حوالي سنة كنت بصبت متواجد في في لقاء مع مسؤول عن موظفين في مكان ما في وزارة فكان الكلام عن تسييب الموظفين طول الوقت لمدة ساعتين كنت أنتظر المسؤول بس مرة واحدة يقول خنشوف ما هي الأسباب ما هي الأسباب النفسية يمكن يحتاج كل الكلام كان لوم على الموظفين وكيفية احتيالهم للخروج ولماذا هم بهذه الكمية يخرجون ويعني طبعا هو يدين نفسهم تفضلت بهذه الطريقة معنات ما أدار المؤسسة بالشكل الصحيح كان ودي فقط أحد يسأل شنه الخطأ قد يكون الخطأ مني كإداري كمسؤول عن هذين الموظفين لكن يعني للأسف ما شفنا هذه المثال وهناك أيضا مسؤولين بعد من الأشياء التي أستغربها يعني مثلا تقروا يا مسؤول يقول لك والله موظفين الجهة الفلانية اللي عندي مسؤولين عن فشلنا يعني ما لك علاقة به أنت مجرد زائر أو ضيف أو صحفي على سبيل المثال فبتعرف أنه المسؤول هو نفسه ضعيف فيلقي اللوم على غيره وإلا لماذا ينتقد أفراد ما أسست اللي هو مسؤول عنهم وعن نجاحهم أمام الجميع يعني هذه النماذج أنا غير واعي لأن أنا أتمنى أن رسالتي توصل حق هذين المسؤولين مع احترام إليهم شكرا لك أستاذ محمد اليوم وهي السؤال ممكن نقيب فاطمة تجاوبي وتشارك في إيجاب عندنا شارع 16 ديسمبر اللي طلبنا من سعادة المحافظ أن يعود النظر فيه لأن رصيف الوسط مرة هالكبر مرة هالكبير يعني ما تدري وعلى فيه مدارس تطل على الشارع مدارس خاصة ومعها المكفوفين إخوان المكفوفين اليوم شفت أحلى منظر في التحضر كل أربعة سواوي قنازني من على الرصيف الباصات محملة بالأطفال تلاميذ وتلميذات والأخ نزل من على الرصيف ومشي لا حزام ولا لا علاقة بالنظام ولا نازل من على الرصيف يعني شاقع الرصيف مثل ما نقول شاقع الرصيف وين الوعي عن مأسسة النقليات هذه والمدرسة اللي تراقبة والمرور اللي مساكين مع بداية العام الدراسي يوقفون من صباح الله خير ليه نهاية الدوام العودة إلى المدارس ورفع شعارات العودة إلى المدارس ويسايق سوى بحريني ام غير بحريني اليوم شفتم بعيني ناس دي من على الرصيف طيب هذه الباص انقلب انقلب الباص وراحة وعيالنا وعيال الناس وبعدين يعني يعني ليش أنا أقول لك متى احنا بنوقف مكتوفية لأيدي هذا يعتمد على هم حتى الطلاب في بعض الطلبة يتيهم شكاوي لهم كإدارات المدارس بأن السايق الفلاني ترى يتعمد في السرعة مثلا أو ينزلنا في المكان غير المخصص توصل الشكوى للإدارة هل الإدارة تقوم بواجبها أن تتصل بالشركة الفلانية أو بالجهة المعنية ويشعرون هذه المؤسسة بأنها عمد خطأ ما في استجابة اليوم ليس على مستوى الطلاب الشارع تحصله من الساعة ست ونص تشوف اللي شاقح من رصيف إلى رصيف أنا ساعة حتى أقول للمرور وين هو وجوده هذا الموقف وين وجوده لازم يكون على الشارع بس فقط على الرئيسية حتى على الشارع الفريعي داخل القرى وين موجود تحصل في السواحل للعام وتشوف ناس فرحانين يطلع لك واحد بالسيارة ويعفز لك الشارع من فوق لتحت وين الداخلية وجودها والله الداخلية موجودة بس ما تقدر تحطحك كل سائق رجل المرور مثلا بس حين انحلت المشكلة بالكاميرات شوية لا عندنا اليوم وين خدمة المجتمع شوطة المجتمع وين موجودها اليوم في القرى معدومة مين موجودة مين موجودة تصير مصيبة او مشكلة على السواحل وين الشرطة مين موجودين يصير حدث اليوم المرور تتصل فيه تقول له فيه حادث مكان معين يقولك تعال لي ما اروح تعال عين الحادث سواء بسيط او غير بسيط لازم كوضيفك تحضر المكان نفسه هذه الاخوان في المرور اذا يحبون يتصلون ما ادري يعني في صرحة وادث يمكن هذا ضرب شخص يمكن الحق عليه مو عليه تعال عين وظيفك تتعاين مو بعدين يروحون المرور يتهاوشون الشخصين يقولك انت غلطون غلطان لنيابة تروح لنيابة وهاي موجودة القضايا الى اليوم نقيب فاطمة تحبين تعلقين على مسألة الباصات يعني باعتبارت ان انت بعد ايضا في وزارة الداخلية ممثل عنها نعم طبعا احنا عندنا تنسيق بيننا وبين وزارة التربية والتعليم متمثل بدارة الخدمات الطلابية من ناحية مثلا دور احنا كدفوع مدني في حالة مثلا حدوث حادث او يعني حادث حريق او ما شابه ذلك طبعا في احنا خطة بيننا وبين وزارة التربية والتعليم بحيث ان احنا يعني تكون عندنا ارشادات نعلم فيها الطلبة يعني كيفية تصرفهم في حالة حدوث يعني اي حادثة لا سمح الله وبالنسبة للسوق يمكن يعني يكون عندها قلة واعي يعني السوق نفسه يعني الادارة العامل المرور قلة مسؤولية وقلة طبعا الادارة العامل المرور يعني ممقصرين بصراحة يعني مباشا نونة دفوعا عنهم لا والله بالعكس ممقصرين طبعا قانون الدفوع المدني الدوريات الصراحة احنا نلوحظها يعني متوجدة على مدار الساعة وفي كل مكان بس النسعات يعني المواطن نفسه يعني يكون عندها قلة واعي طبعا مثل ما نقول يعني احنا نتمنى من جميع المواطنين والمقيمين انهم يلتزمون بهذه الارشادات والقوانين عسس انهم يقول نفسهم ويقول اللي هو الناس الموجودة معهم في الشارع حمد الخال مسألة الشارع شارع 16 ديسمبر هالشارع الوطني اللي يحمل اسم 16 ديسمبر يعني نكذير بتا هذه التاريخ نعم ما تقدمتو الى الى الجهات المعنية بتنظيمة شوية في مساحات فاضية وائد يعني ممكن الف حل انا مو بمهندس بس الف حل ممكن يصير حق مداخل ومخارج المنطقة التعليمية نعم هو اكيد يعني شارع 16 ديسمبر اكيد هو من الشوارع المهمة في البحرين و خنقل في السنوات السابقة العضاء او حتى الاخوان في قسم الهندس المرورية اجتهدوا في مسألة يعني تسهيل او تنظيم اعادة تنظيم هذا الشارع مثل ما اتفضلت يعني في مدارس خاصة مطلة مباشرة على هذه الشارع الحيوي اه لو تلاحظ الان صار فيه نوع من شارع خدماتي من جهة اليمين على اساس انه اهوى يخف الحركة على يكون اكثر امانا ايوة طبعا مخفي عليك فيه مشروع تطوير للمنطقة هذه اساسا اللي هي خنقل منطقة التعليمية كلها مع شارع 16 ديسمبر عقدنا اجتماعات مع الاخوان في وزارة الاشغال مثل ما اقول لك يعني هذه المشاريع الاستراتيجية تحتاج الى وقت للتنفيذ لان انت تقعد تدرس ومن ثم ترسل الميزانيات ومن ثم تنفذ عرفت فهذه التطوير اكيد هو موجود واحنا شقالين مع الاخوان في الوزارة يوسف اسمح لي انا ابيك اتعلق على ذي الفكرة حين وانا قاعد استمع لك يوم ما كني اهال وليلي يوم يعني من يمتلك وعي من الاباء والامهات يقول لا ما حد يفسخ كثابك الا انا وامك بس صح صح وهذه وعي هذه ضمن تشكيل الوعي لحماية الطفل اكيد حتى يعني خدم المنازل او العاملات في المنازل لهم حد معين لان هذا يخلق وعي لدى الطفل يعني قبل ليخلق وعي لدى اي شخص اخر الان طلبتنا هالايام عندهم هذي الوعي عندهم الوعي ان اهوى يوقف يقول حق مدير الادارة او المدير المدرسة العفو او المشرف الاداري ان السائق فلان رقم باصة اللون بغي يذبح احنا امس ركبنا على رصيف او ساق بسرعة اذا كنا احنا اول يعني تخيل كلمة تقول تحمل ويعني عرفت اشتون فاهم عندنا في الوحرين شوف استاذي بالنسبة حق لهوى عندما نتكلم عن هذه الامور طبعا انا انا اقول استاذ الجيل سابقا فيه اختلاف عن الجيل حالي اختلاف جدا كبير طبعا للعوامل اللي موجودة حاليا او العوامل موجودة سابقا بس انا لو بنتكلم عن نفس ما قلت تحس حتى حين في البيت كلمة الاب قد تكون مسموعة وقد تكون لا بينما في السابق الاب كانت هيبة انبطل الباب الكل كان نعم هذي اقول لك هذي الشخصية يزرعها من او هذي الشي يزرعها من الاب والام احنا نرجع نترك الدائرة العودة للمجتمع ونرجع الهوى حق البيت اذا تأسس هالشي في البيت موجود صدقني الطفل راح يكون على وعي ورح يكون انسان مسؤول ممكن يتحمل مسؤولية هذا الشي ومسؤولية اشياء اكبر ولكن عندما يغيب هذا الشي في البيت شي طبيعي ان انسان او الطفل هذي راح يكون مثال لطفل او شاب على مدى بايد يكون مستهتر وغير مكترث يعني يقول لك بش علي مني نزل بالسيارة وبالباص من على الرصيف او اسرع او ما لابس احزام او شي شوف استاذ سومي انا اقاطعك بالخير في مقول احنا دائما نقولها وانا قد سبق وقلتها بيني وبين ناس يقول لك من شبع على شيء شاب علي فانا اذا في البيت عودت ان اكون انسان مسؤول وابو يعلمني شلون اكون انسان مسؤول الوالدي تعلمتني بغض النظر عن مستوهم التعليمي امهات امهات لا واللي كان في وعي في وعي وفي احترام حتى تعليم ما كان منتشر بس في وعي في وعي في وعي وفي احترام يسود كان في المجتمع في الشارع في البيت في المدرسة انا اقول لك اذا يغيب هذا الحس عند الاب والام فبالتالي شيء طبيعي انه تلاقي قائب عند الطفل شكرا لك قامت الحكومة الموقرة في مملكة البحرين بتطوير ادواتها الادارية واجراءاتها في الاجهزة الخدمية ودخلت في العالم الالكتروني من منطلق قناعاتها بضرورة تحديث عملها كما سن المجلس التشريعي عددا من القوانين التي تخدم المصلحة المجتمعية في البلاد وقامت مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ خططها التوعوية من خلال برامج وفعاليات ومحاضرات وندوات قيمة الا ان بعض فئات المجتمع بقت كما هي لا تعير اي اهتمام لما سن من قوانين ولا تتفاعل مع اي نظام وجد خدمة لجميع فئات المجتمع نتعني ان احنا هذه الوصاقة هذه لما نتزم بهالنظافة حواويات عندنا فاضية ونحن نقطع خمامة في البرد السيارة هاي السياير بارك ما عدنا باركات موفرة لنا واحنا نوقف في الجهات اللي ما نلتزم بهالقوانين المرور احنا هاي من البداية يعني من الاهمال مننا احنا مو من كل شي نحط على الجهات المعنية كل يوم انا قدمت شاكفة في المكتب ان تعالي جماعة ترى هذه قمامة وايد يعني ايد واحد جقارة بالقرط والقمامة شنه اقمش واسفنج ما اسفنج فهذه الاشياء تسبب يعني سريعة الاشتعال فخبرتهم تم يومين ثلاثة هني يالله يالله شولو يعني مثلا دين الاسلام وهو سيد الاديان الدين يلزمك انك مثلا ما تقطوصق في الشارع يعني مثل ما الغرب هم نظاميين احنا بعد نظاميين عدنا في هالسالفة لان الدين يمنعنا ان نحن نقطوصق في الشارع هذا اولا عند عدم احترام لمشاعر الناس او عدم احترام لراحة الناس لان مهما يكون اذا انت تفتح قراج صوب جارك فراح تزعجه وما راح تعطيه انه تقدر تخليه يرتاح فالافضل انك تختار منطقة صناعية غير المنطقة السكنية انك تفتح فيها انا اظن انه لا يقير الله ما بيقوم حتى يغير ما بانفسهم هذه في البداية فالضروري ان نغير انفسنا ونشوف الافضل لمجتمعنا الان مثلا شوفوا ربا كيف كل واحد معافض عليها على بلد اذا كل واحد خلاها في تربيته اصلا في التربية في نفسه فالاهل برضو لهم دور والدولة لها دور فكل واحد لو دور في ذا الشان يعني ما تسبب ما نقول الدولة ان نشوف الشوارع بسخانة وشيء كذا غلط غروري كل واحد لو دور لا تلقي لهم على الآخر افعل ما بيدك انت احد الناس بواحد بين الفئة وفئة يختلف يعني في حزب التربية مدرسة تربية المدرسة تربية الأهل الأبو الأم شو تعليماتهم في واحد ما يتم بولده فتلقى مسلقة في تلقى بالعكس انه حاسب بولده شو وقفت تخاطئ وان رحت وين جيت في فرق طبعا البورك الخاطئ ييكو واحد مثلا البورك يتحامل حك ثلاث سيارات نزين ييكو وقف لك عرض نزين علي يسو وقف لك عرض بدأ مصر شيل ثلاث سيار صارت شي سيارة واحدة فهني سبب شنو يسبب يعني يمكن سبب مشاكل يسبب يعني أزمة أن الواحد مقدار يوقف في أي مكان في ناس يعني عندنا موجودين هنا يوثان يأخذ الوصح قطة في أي مكان فيها موكل مثلا حق الوصح يعني هذي كل واحد على حسب تربيته في ناس أنه يقول يا والله يعني يا ولدي أكون أهلا بكم الجديد نواصل مناقشة موضوع الوعي المجتمعي في حلقة الليلة بمحمد الخالب هذه اللقطات تم تصويرها في السوق الشعبي عندكم مشاكل واير في هذه المنطقة أعتقد أكيد ما في شك ذي المنطقة أساسا فيها مشاكل مرورية فيها مشاكل ازدحامات فيها للأسف الشديد أرد يعني أرجع أقول عدم اكتراث خصوصا في أيام الإجازات الأسبوعية على اعتبار أن النشاط التجاري يزيد يوم الجمعة والسبق والقائمة والقائمة يعني الحسبة عندك أنت أخبر ونتقلنا معاك في مناسبة سريعة شديدة وانتشفت الجسمة عادة دراسة المشكلة المرورية في هذه المنطقة بالذات أنا يعني هاي أرزاق الله يسرها حق البني آدم وأرجو أنه لا تأخذ ضدي يعني يعني فرشات تصير في محلات في وسط الشارع أو في زوايا الشارع هذه تشكل خطر حتى بالنسبة للمرور تشكل حرائج زين الأخوان اللي يقعدون مقابل المركز اللبناني هني يبيعون السمت الله يرزقهم وزيدهم إن شاء الله نعيز على لنا السيد بس يعني ما يصير هني قعدتهم غلط هاي شارع ويك واحد بعد نفس الشي يك واحد يطيق الأهارا على كم الصافي اليوم عطنا ستة كيلو عطنا كذا عطنا كذا ما يكلف روحي أنزل ما يكلف روحي يبنت سيارته ما في محلات وقوف خلني أنقل لك معاناة المواطنين في ذي المنطقة القريبة المواطنين ما سبب معانا ما عليش واحدة واحدة المواطنين اللي ساكنين على ذي الشارع هذي شارع رقم خمسة نعم المواطنين اللي بيوتهم مطلة على ذي الشارع اللي تفضلت فيه القريب من المركز نعم منطقة المحاض اللي هو المركز اللبناني التجاري يعانون من الروايح الكريهة اللي تنبعث من لأسف الأخوان بعد ما يخلصون شغلهم عرفت يكتون الماي عرفت في الشارع وخبرك يمشي عرفت نعم فهذه بعد مشكلة بيئية أعتقد الأخوان هناك يمكن مستسهلين فيها يعني أنا شوف استسهال عرفت البحرينيين سواء أو حتى الأسويين اللي هما يشتغلون مع بعض عرفت فإحنا إذا أنت مثل ما تفضلت أنت اللي تبيع سمج يا أخي ثقف الجماعة الأسويين اللي اشتغلوا معك والله لا تكتون الماي هنا يعني إذا يعطيك الشكوى من واحد اثنين خمسة هل معناته أن ذلك الخمسة كلهم خطأ أنت صح ياللي تبيع طيب في ضمن السوق ما في مساحة تعطى لبيعين السمج أن هم يبيعون في هذه المنطقة يعني الخضار اللي يبيعون في هذه المنطقة تروح يام المسيد شوف خوي سامي لا لا لك ما تقدر تطوف وطبعا وقت الصلاة نحن بعد يزعلون علينا وقت الصلاة ما تقدر تروح على الشارع الرئيسي يوقف سيارتي وليش المسيد ولا لا علاقة فيك ولا من حق المروق كأن يعطي يعني أهوى لو يطلع وفي مخالف على سيارته ما للا صباح الخير إحنا نحن نصلي نتعبد لله وما عرف إيش يعطونا مخالفات طيب أنت واقف في نص الشارع ما يصير يا جماعة يعني لم تحن نيلس نتعامل برقة وحدنية وأننا نحن لا من فريز واحد ولا هذي بفلان طوف زين إذا طوافت أنت اخترقت النظام والقانون نعم عرفت تشتون ماذا يبهرنا في الغرب النظام شكرا جزيلا لماذا لما نسافر إلى أي بلد يبهرنا النظام تبهرنا النظافة يبهرنا حتى السلوك السلوك المتحضر نحن بلد متحضرة نحن شعب واعي متعلم مثقف لماذا لا تكون مدن البحرين مدنا صحيا مدنا صحية ما تعريف المدينة الصحية هل تنقصنا ينقصنا نظام الصرف الصحي يوجد نظام صرف صحي عالي الكفاءة وعالي الجودة هل تنقصنا الخدمات العلاجية على أحدث مستوى هل تنقصنا المؤسسات التعليمية والتربوية لا محتاج تيوني ماذا ينقصنا السلوك الإحساس بالمسؤولية ما يبهرنا في الغرب بإمكاننا نحن دولة نظام ومؤسسات وقوانين كل هذه الأشياء التي تفضلت بها هناك نظم وقوانين نعمل في إطارها إشغالات الطرق قانون منفصل البلديات قانون البلديات ولائحته التنفيذية موجودة قانون الإعلانات التجارية موجود قانون المرور موجود هناك قوانين تحكمنا وتحكم الممارسات ولكن هناك عدم التزام عدم الالتزام لا يأتي بسبب أن هناك لا يوجد هناك جهاز رقابي يجب أن يترصدني وكاميرا تتعقبني حتى تأتي بالسلوك الشائن وتحاسبني عليه مفوضة أخجل من نفسي أنا صحيح صحيح التفقيات مئة في المئة حلمي أن تكون أن تكون البيئة البحرينية بيئة صديقة ينعم ساكنوها بجودة الحياة وهذه من ضمن رؤية مجلس أمانات العاصمة حقيقة جودة الحياة شيء جميل يجب أن نحلم بالجودة نحن لدينا مكتسبات رئيسية كثيرة المفروض أن نتقدم إلى خطوة إلى الأمام ولا نعود إلى عفوا إلى تخلف السلوك الشائن والفوضى العارمة وعدم الإتراف دكتورة ماها ذكرتي شيء مهم بس درجة الحرارة صير من 25 إلى 20 في البحرين المانشيتات في الصحف عن مياه الصرف الصحي وإننا مياه الأمطار وكأننا ما عندنا مشكلة إلا هذه المشكلة اللي نحط بالنا له والمطر هي ثلاثة أيام ويمشي ويبقون الدولة تخسر بلايين في خلال يعني فترة وجيزة على أساس بس يرتاح وتسدها الأغبار هو اللي يسد المجاري المياه مع الأمطار فإحنا حيانا حتى أولوياتنا غير مرتبة بشكل صحيح لا نعرف كيف نرتب أولوياتنا للأسف الشديد نحن نعرف نتكلم في برامج بهذه الطريقة صحيح نعرف نقول أن أولوياتنا غير صحيحة إذا العيب موفينا في متخذ القرار صح أو لا بمعنى بمعنى أن يمتخذ القرار إذا لم يجد حلول جذرية يفترض أن يعني يقول أنا آسف ما أقدر على هذه المحكة إلى مشاكل مؤقتة تقصد أستاذ سامي أنه مشاكل معين أو ضرف طار أو تطبيق قانون ما على فئة ما بالضبط مثل الباعة الجائلين مثل ما شابه ذلك أشغالات الطرق لماذا لا نطلب الكمال في ما نريده بمعنى ثقافة الهرن مزعجة وعيب وشائنة أحيانا وأصدقكم القول إذا اضطررت أن أذهب إلى البرادة القريبة من المنزل مثلا لا توجد مواقف سيارات وكل الشارع أشعر بالحرج لأحساسي أن الذي سيخرج من البرادة يعني عامل بسيط ممكن حر ممكن الجو بارد ممكن ما يقدر أن الأحساس بالآخر وبالإنسانية بمعنى أحافظ على حرمة الجار أحافظ على نظافة السوق غيري سيستخدم السوق هذه البيئة التي أنا أعبث بها في النهاية ستعود علي شخصيا وعلى أولادي من بعدي صحيح مصعب في يعني عدل يزعلون علينا أنتو الصحافة أنتو تهاجمون برامجنا وتهاجمون نحن واحد نحن جسم واحد أنا أعتقد اللاوعي لدى البعض أخذ بالصحافة إلى إعلانات تجارية يعني نحن نجد أن هناك قصور في هذا المحل بس أنا علاقتي فيك زينة فما تنتقد سامي أنتو أو ما تنتقد البرنامج اللي قدمه أو ما تنتقد وزارة السيون الإعلامة أو ما تنتقد الهيئة تقول لك لا ما بزع على سامي عرفت هذه الثقافة بعد الثقافة يديدة على أساس يتشوفك المسؤولي يقول لك ما قصرت خش مقال والله تصدق إحنا قاعدين نتعب ليلة ونهار وكأنه أهوى الوحيد اللي يشتغلوا يتعب ليلة ونهار ما كان البحرانيين كلهم يسوف هذه بعد الثقافة يديدة بدأت تدخل علينا خلتني ما نقرأ صحفنا ترى يعني نقرأ عمدة صحيح بس ما نقرأ يعني بعض الأخبار التاف اللي يتم آسف على استخدام بعض الكلمة نعم لا أنا أتفق إياك في جزء الأكبر يمكن وما احترامي الجميع الصحف صحافة وعلاقة بهم قوية لكن على سبيل المثال تجد صحيفهم راكز فقط على الأمور الخدمية ما تحقق في الشؤون بشكل عام ليس فقط تهيب للبرلمات نعم تلجأ للإثارة فقط لا غير ودي أقول أمثلة بس خافز علون لكن على سبيل المثال مثلا في وسط كلام مثلا عن ديوان رقابة المالية ومئات الملايين غير موجودة تشوف والله احتفال جامعة معينة بعيد ميلاد أحد منتسبيها وفي الصفحة الأولى نزم معلي نتحطها في الصفحة الأولى فهذه مثال الأولويات بعيد ميلاد ميسي يمكن بعيد ميلاد مرمين ويابا الزوج يعني قصة أصلا غير مهتمة به القارئ خصوصا يعني عندكم لياليين أنزل فهو مثل ما تفضلت وحين الأصعب صار الأصب المالية جرائد بتأخره في التعامل معها للحماقة تنهي التحول إلى صحف ألكترونية فتزيد المساحة اللي فيها مزيد من الحريات حاليا مثل ما تفضلت الأمور المالية أحيانا صفحات بكبرها حملة كاملة واضحة جريدة تسويها لمناصرات شركة معينة لأن فلان يملكها أخو فلان أولد فلان من قريب من الصحيف على سبيل المثال فظواهر صايرة واضحة بنسبة حق الصحافة أنا أتمنى الصحف تصير ألكترونية وترجع بصفحات العديدة على الأقل في فرصة حق الحرية وحق التنفس فيها نعم نحن من زمن ما فتحنا الخطوط الهاتفية فيعني اليوم حابين أن نشارك الأخوة المشاهدين معانا في حلقتنا ربما نحدث تأثير أكبر في مسألة نعم نحن نواجه لا وعي مجتمعي أو وعي مجتمعي متدني نحب أن نحن يعني أنه يتعزز مكانة هذا الوعي ونصير شكل يصير أفضل من شيء محمد موضوع الثقافة اللي مرت مرور الكرام قبل شوي نحن عندنا ثقافة وهي ذكرناها قبل حلقتين أعتقد موضوع أن الحكومة لازم تدبر لي شغل أنا بشتغل في الحكومة طيب الحكومة تواجه مثلا أزمة الحكومة اكتفت القطاع الخاص يقول لك البنك أنا ما أقدر أو المؤسسة الفلانية المالية يقول لك أنا أنا مكتفي يعني وعندي قدرة ناس يمتلكون كفاءات ويمتلكون خبرة طيب لماذا لن أمتلك وعي هل نغز السوق اللي يغزون لنا صغير في شارع 77 بارد أرجع إلى شارع 70 رجل بحريني فاضل فقط هو الجردابي هو اللي قاعد في دكانه صحيح عنده عمال بس هو الوحيد اللي قاعد في دكانه يعني معنات الريال هذي مصدر رزقة صح أما الباقي كلهم الباقي محمد اسمهم ليش؟ لأننا إحنا بلا وعي بعنا ذي بعنا هذا القطاع كامل أهم شي نستلم فلوس أهني يطلب على أن يقول لك أنا كمواطن درست وتعبت ويأتي الدولة وعطتني مثلا بعثة ودرست ويبت معدلات ويأتي إلى أقدم الحلم مالي أن أخدم بلدي يقول لي وظيفة ما إليك في دائرة حكومية إذا شاف هناك وافد نفس النشاط اللي هو فيه نفس المقعد اللي هو فيه ليش الدولة تقدم عليه؟ أنه نقطة بخصوص أن نرى في محلات تجارية مستأجرينها كذا عمال أسويين واليوم صار التعامل كالمواطن يقول لك أنا أتعامل ويا الأجنبي أفضل معامي البحريني ليش؟ قال نغعي غلي السعر عليه زميم تلك السجل هو البحريني فيهنا الكهرباء وفيهنا الباي فيتر وفيهنا الدكتورة وفيهنا كل الشهادات لكن هل كدولة اليوم اطالق الشباب بأنهم أصحاب المهن هم الأولى اليوم نشوف لأحنا احنا كشباب نقول لك اليوم نقول لك احنا نشوف مثلا مفوت عربية متعددة في النشاطات في الثمانينات بذكرك بس في الثمانينات لما تقدم لوظيفة حكومية شكذر يبيلك عشان تقبل وتسوي البصمات وتسوي الفحص الطبي ما تاخد شيء ما تاخد شيء طيب هل انت تقارن للثمانينات بالفين وكمستعش وستعش بس اليوم اذا اشوف اليوم الصحف نعم ان هلقد توظفت في ديوان الخدمة المدنية هلقد مثل الأمس واليوم تجديد عقود وافدين وابسط دليل وزارة التربية والتعليم اليوم يعني هل البحرين يعقل ما في مدرسين رياضيات ما في لغة عربية يعني هل يعقلنا بحرينيين متخرجين من جامعة البحرين وبمعدلات منح وبعثات يقدم بوزارة التربية والتعليم ما يحصل وظيفة هذا مستحيل هل هني وين الوعي تبقي تبغي يقولك انا كشاب ازم الوعي تبقي سوي لك انا بعد ازم الوعي انا مستعد اني ادخل امتحان ويا هذا الشخص اللي انت قدمت عليه انا واعي بس هل انا انتاجي نفس انتاج هذا لا انتاجي اكثر منه انا افهم منه ليش لاننا عايش على هذه الارض انا اتمنى ان حتى الجهات المعنية اليوم تنظر الى الشباب نظرة غير هم الاولى احنا اليوم شايفين اليوم احنا اليكم كممثل نائب جلال كاظم المحفوظ قدمنا عدة ملفات وخصوص ملف العاطلين نعم عدنا 888 طلب منهم حامل الدكتورة والماجستير اقل شهادة حاملنا من محل البحرين يقولني انا قاعد سنتين ثلاث سنوات بدون عمل هذا نقول ما عنده وعي وين القصور في ادارات الدولة نحن عشان سوى عندي تنمية صح في البحرين واقول انه لازم احنا ننمي المواطنين نقلوحهم لان هذا قاعد شنو شامعة ماكو نخليها هاي واعية السلوكيات اللي حصلت في ابنائنا اليوم مو من ابناء البحرين من اجيال دخلت مو من بحرين ثقافة ثقافة تغيرت اللي حتى الطالب في الصف ما احترامي للجميع اللغة اللي يتكلمها الطالب عربية بس بعض الاحترامي لمعلمين ربونا اجيال يسمونا وافدين فالنلغات ما تنفح حتى اللغة العربية ما ينطقها صح ياخد عادات يوسف يعني خيبعد قلناها من قبل بس بعد بنقوله من ده بتكلم عن توعية يقولك يا بني آدم خذوا زنتكم عندك كل مسجد صح صح قديش المسجد تشوف العجائب اللي لابس شورت واللي لابس فانيلة وراها صورة بوب مارلي وكاتب عليه المرحوم واللي نصة جرة مبطلة واللي مبين عليه قايم متأخر قالت لأمه وابوه يلا المسجد روح قل الصلاة زين بتكلم مثل ما قالت الدكتورة وش اللي يعجبني في الأجانب لي بيروح الكنيسة على سنقة عشرة مثل ما يقولون اخوانا المصريين ترتب حالق احنا بس اللي بغيت تروح السيف ولا الستي راح تحقل لتراكسة ولا اخوانا لتراكسة وش اللح يا بمقص دكنت زين وين الوعي هاي مسجد ذي ولا ناس السولف وواحد يتواب وواحد في النودة ما يسير هذي كلام مو مقبول في مجتمعات متحذرة وإحنا نعرف وإحنا مجتمع متحذر ليش في ناس تطبيقنا تي واتيبنا وارا واشوف استاذ سومي يعني المنظر اللي انت تتكلم عنه هذي صراحة يعني غالبا ما أنا يعني بالوصفة الدقيقة انت قلت اعتقدها شي يعني والله الكلام اللي قاعد تقوله صحيح ايه سلق شغل بباب مارلي مرحوم بالضبع ما يدني انه مرحوم الله يرحمه اهو اللي الاشي اللي انت تتكلم على ذي المناظر مو بس شدي يعني انت حين مساعة طريت على الموضوع حتى الناس اللي توقف خلا اقول لك فيه شارع من شوارع الرفاع اذا انت تروح تصلى اليمئة ما سيتدرويش او اذا ما خب ظني اذا فيك خير شارع سيدين يستوي سيد صح اوكي احنا هنا انا يعني ما انك انت بتدخل تصلى وتأدي فرض دين وهي الواجب على الكل بس ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال المسلم من سلمو المسلم من سلم الناس الناس من لسانه ويده صح يعني مو بشرط ان يكون فعل وردة فعل ولكن هذي تصرف الاشياء والمناظر التي تتكلم عن الاستثامي هذي انا ارجع ويقول لك والله العظيم حتى اذا ما كان الشيء موجود في البيت خلا نقول انا كناصح لما انا بيبواجه الطفل او بواجه الشاب او بواجه الرجل قد يمكن انا ما يعني رجل قد يكون اكبر مني ولكن ما عنده ذي الاداء والسلوك الصحيح وممكن انا واجهها لها بطريقة بحيث انه ما ينفر مني وللأسف انت لما تدخل المسجد تشوف ياهل يصور اخوالا ذي اياك شيء بش كبرى ضربا لياهل اطراك جدا من الناس قد يكون ذي يعلم بس الياهل ذي بيكره بعد ذي شيء احنا في زماننا كنا ننطق ونتعلم صحيح انا بسأل سؤال شلون تودي واحد غير بالغ المسجد وياك من شروط انك تودي واحد يصلي ما تودي اطفال تودي واحد بالغ الطفل لا يمكن تقدر تتحكم فيه انت في البيت خطمة الجمعة ماشية ولياهل ذي قاعد يصرق ويدبتش ويقلد ساعات المصلين او مثلا ما يقول الله هو اكبر وبيسجد يقلد على اليمام ما يعني فيه اشياء تخلين صورتنا مبحلوة انا استأذنك بس المهندسة ابتسام عفوا انتصار الكبيسي بسأل خير للاختة انتصار شكرا الله بالخير اهلا وسهلا فيك شكرا الله بالخير اشكركم في البداية على توجه لنا في مشاركة هذا البرنامج شكرا الله بالخير الله يسلمك الاخوة مودة فروغ ومشاركاتنا البرنامج هذه اشكركم عليه لانه اعطى وصلت الضوء على الجانب الاخر واللي اغلق الاجهزة التنفيذية والاجهزة الخدماتية انا في الواقع دايما نستطيعون من قبل المخالفين احيانا اشترا الله نواقع لبعض الامور ولكن احنا في النهاية نضبغ القوانين اذا اتكلم عنها كاجهزة تنفيذية في البلديات والخدمات الفنية اليوم نواجه في صعوبات كثيرة تطرقون الاخوان الموجودين لمعظمها لكن في الشأن البلدي اليوم عندنا مخالفات كثيرة في مخالفات البناء هذه المخالفات البناء اليوم اذا تنظر لها تشكل عبء على الاجهزة التنفيذية في الرقابة وفي نفس الواقع ترى طاحب الأقار هو المتضرر الأول والأخير يعني انهاية احنا دعنا ناخذ اجراءات احيانا تحول الى المخاطر ونصدر حكم بازالة الاجهزة المخالفة فهي تكبدأ خسائر في نفس الواقع تشوفه هو يلوه الجهاز التنفيذي على تطبيق هذه القوانين من جانب الأخر احنا امتنظر القصة تلال برنانشكو واشد على المكاتب الهندسية مكاتب الهندسية هي دور كبير بتوعية الناس بعدم انه خالفة اليوم في قوانين جديد بخبرت وتضع لها آليات ممكن تصل غراماتها الى عشرات الآلاف من البيانات يحق اليوم للاجهزة التنفيذية انها تاخذ اجراءها الادارة وفوجة البناء وما لا ذلك يعني هذه هي في مستقبله هذه القوانين سوف تمارس لحق المخالفة ايضا كلام عن المخالفات البناء لو اني حاجة الجانب الآخر اللي هو اشفاء راس الطريق بيجي عني انواعها من اعلانات من ضاع جائلين حيثامي هذي بشكل اذع شبير على الجهاز التنفيذي عن شانه مفتش فاحا اليوم عندما قلنا مفتشين المنطقة جاعدة في البيان وين مخالفات في البيان الطاقة يعني هو بصين قليل والمساحات اللي الآن سأجيله وصادر فيها هذه النوع من المخالفات وين مصادرها وين بضعها فأجمعوا الجميع الحضور ان هناك عجم معي لعدة ظل انهم خالفون بالأسفة مهندسة تصار انت ذكرتيني بنقطة هامة ويريت يعني الاخوان في وزارة الاسكان ينتبهون لها او ما يقوم على تخطيط تخطيط المناطق السكنية التي تنفذها الوزارة احنا عندنا مساحات ترابية فاضية مساحات ترابية تشجع وحتى في تصاميم الشوارع احيانا تصاميم الشوارع تشجع على الارتكاب المخالفة والمساحات الترابية تشجع الارتكاب المخالفة في المجال البلدي فهناك بعض الامو احنا ما نشوف يعني ارتداد خمس متر ما بين السور ما بين الشارع ما يسير انت شجعتين ان هنا احرار الصيائر شجعتين انا اقطر لا يكرم السامع اخوام شجعتين على وايد اشياء على ان انا حط او كبينو ابيع شا الحين حين احنا حتى اشغال الطرقات الحين بقى ما يحول يتقهر ان يقول يا رفيق عطنا اثنين شاي كارك زي ولي وراك دي اللي قاعد ينتظر ممكن عنده حالة يعني عرفتش تون في عندنا امور يعني باخة اعتقد يعني تحتاج تكاتب تحتاج تكاتب وقرارات صارمة عشان نوقف يعني احنا احنا صرنا ظاهرة صوتية ظاهرة تردت فعل على زي غاير بيغلونها على ماري شنو لكن في الامور اللي تخص النظام والقانون دائما نقول يا شاء اشتبي الحكومة ما يصير هاي الكلام صحيح والنظام الأخير اللي ذكرتوها أنتو الصحافة محترامنا الشديد للصحافة أنه تنقل هموم المواطنين وشكاويهم وغيرها أنا يعني أبر برنامجكم هذي الصحفي اللي بينقل شكوى أو انتقاد للأجهزة التنفيذية ياخذ رأيهم يعني يعني يقبط الخبر من الجهتين لأنه أحيانا في رجل الجهات الرسمية يكون في توعية يكون في توعية وتوضيح يعني إذا يعني الجزء من القراء مع المخالف الجزء الآخر يمكن ينصفون يمكن يتحاشون هذي النوع من المخالفات الوعي مثل ما تفضلت ما بينتشر إلا لما يكون فيه انصاف في نقل المواضيع شكرا لك المهندسة تفضلي أنا أقول الحج من المخالفات يحتاج لها توعية عن ضريجكم الإعلام وعن ضريج الصحافة شكرا لك وإشكرا لك هذه الأصباحة شكرا لك شكرا لك جزيلا المهندسة انتصار تكلمت عن المخالفات في المباني السكنية الآن إدارة العمل للدفاع المدني قامت بوضع معايير معينة لهذه المباني أهم المخالفات نتكلم بس عنها على أساس نقول حق المشاهد أننا إحنا شكثر أنتوا تعانون طبعا نحن في الإدارة العام للدفاع المدني مثلا في إدارة الحماية والسلامة هي الإدارة المسؤولة عن وضع الاشتراطات في هاي المباني طبعا منذ يعني قبل بناية أي مبنى طبعا تتوجه إلينا اللي هو والمالك نفسه يتوجه للإدارة العام للدفاع المدني في إدارة الحماية والسلامة طبعا يقومون عندنا اللي هو فريق متخصص من المهندسين بدراسة هاي الخرائط طبعا يتطرقون حق أهم المعدات السلامة الموجودة في هاي المبنى أهم يعني بحيث أنه يتم تحديد مخرج الطوارئ فيها طبعا بعد ذلك يقوم اللي هو المالك يعني بالبدء في المشروع بناء المبنى طبعا بعدين يوجد عندنا فريق مختص يتوجه لهاي المبنى ويتأكد من اشتراطات السلامة فيها طبعا هنا لدينا مجموعة لقطات المخرج رتبها لنا وعيسى مشكور خلنا نشوفها ونعلق عليها مجموعة مخالفات هي حقيقة تلا ومجموعة من الأشخاص قاموا ببعض السلوك الخاطئ نشوفها مع بعض على أساس نقدر نعلق عليها يعني نبيه بصوت محمد محمد يعني هذه تشوف الحاوية وين محضوطة وشوف السيارة الثانية وين راكبة يعني هل هذا منظر لحاوية لحاوية أكيد هذه شارع 77 أتوقع عند الدوار أكيد موقع الحاوية غير لائق شكل الحاوية يعني حتى غير ولا حتى شكلها لأن سلامك الله هذه يعني شوف أي شوف هنا السيارة من الزرطان فيهم طبعا السيارة وقوفها على الطريق بهذه الطريقة غير صحيح والجماعة هذه مثل ما شوف قاعدين يشتغلون وعندهم مشروع يبوني خلصونه ولكن السيارة هذه الشارع ممنوع الدخول فإحنا صورنا وهو داخل في ناس يحطون الرجاع عدم الوقوف أمام الباب لأن هو يستخدم كمدخل رئيسي وكقراج يعني نعم نعم الأولى من ساعة أنت تطرقت حق موضوع الباعة الجائلة أو الجائلين ما في قانون يعطي الحق للباعة الجائلة لموارسة هذا النشاط ما في حتى في الدول المتقدمة الباعة الجائلة يخلونهم في أماكن مخصصة مخصصة وفيها نظام أرقام عرفت وتوضع بطريقة صحيحة أما أنها تترك بهذه الطريقة اللي نشوفها في البحرين أنا مع احترامي حق يعني سافرنا سنقول دول خليجية قريبة ما في هذه الظاهرة عرفت هاي أقتر أم واحد النقطة الثانية مثل ما قالت المهندسة انتصار أن القانون اليوم في قانون اللي هو قانون رقم 42 لسنة 2014 هذه القانون في غرامات للبلدية تعطي الحق للبلدية لممارسة اتخاذ القرارات والمخالفات على المخالفين سواء في شروط البناء أو في البناء المخالف في نوعين يعني أنت مثلا سويت بناء ما خذيت رخصة هنا يختلف عن أنت أخذت رخصة وخالفت شروط البناء عرفت فأكيد الأجهزة التنفيذية في البحرين متمثلة في الدوار الفنية يعني قاعدين يبذلون من جهود ولكن للأسف الشديد أن المشاكل أكبر خصوصا مع محدودية المفتشين ومحدودية الكوادر اللي تشتغل في ذي المجال وقت نروح كلام لاحن ما أكمل لكن أعطني حل الحل باختصار في جملة نعم أتوقع في وجهة نظري المتواضعة أعتقد أن نحن محتاجين شوي نشدد الإجراءات يعني مثال مثلا المرورة الآن لما طلعت القانون الجديد وطلع التوعية أكيد أنه خصوصا مع تصاريح الأخوان في إدارة المرور أنها نزلت معدلات دعنا نقول المخالفات أعتقد نحن في البلدية محتاجين إلى بلدية نيابية طبعا هذه المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب لأنه هذا الموضوع موضوع تشريع أعتقد نحن محتاجين لإجراءات أسرع لإجراءات يعني ما ممكن أن قضايا تأخذ في النيابة سنتين ثلاث وإيك هذه رأي البيت خلص بنيان وذي وآخر شي تعطي مخالفة عشرين دينار ثلاثين دينار ومع السلامة والله شي شوف ومع السلامة فأنت لا عندك حتى الأجهزة التنفيذية قوانينها هالش وإن كانت موجودة للاسف لا تمارس يوسف أنا أختصر الحل أستاذ في شيء الشيء الأول يبتدي من النفس اللي هو مراقبة الذات وأنك أنت أصلاً تنمي الحس اللي هو يعطيك المسؤولية طبعاً لما أكون وعن أنا إنسان مسؤول الشيء طبيعي ما راح أرتكب ذي الأشياء هو أن أكون على إدراك الشيء الثاني طبعاً أصاب عيارك مبسوها أكيد المجتمع فيه أطياف ما تقدر لما تشدد القانون ويكون عندك قانون رادع وصارم مثل ما تفضل الأستاذ محمد هنا ما راح تشوف فيه تسيب ولا عدم اكتراف فنتمنى أن يكون هالشيء موجود سواء في روح المواطن البحريني والأجهزة المعنية يا أخي محمد أنا عندي رؤية رؤية أنا عندي أقول على الحكومة أن تبني وزارة معنية بالتخطيط حلو حطليني وزارة للتخطيط في كل مشاريع الدولة سواء كانت صغيرة أم كبيرة محتاج البلد إليه تخطيط ما يصير دكان قراج برادة بقالة سوق فأحيا سكنية من يسمح لهم؟ يعني السؤال من يسمح لهم؟ لا اسمع القصة اللي هالي يتبعونها بعض بعض المسؤولين يقول لك هاي الشارع اللي على الطرف اليمين مو تجاري اللي على الطرف اللي صار تجاري يعني هاي تغنون واذا لين يفتقرون زي جماعة ساوون على الأقل مع بعض يقول لك لا فلان هناك عند لا لا هاي بيت فلان زي ما نقدر بعد نزعله لهذا الشارع هذي نسوي له رصيف ونسوي له مواقف الشارع ذي خليه ولي زي ما يصير جماعة جدي اذا الشارع قريت انت سكني يعني سكني لو احط لي كشك لازم تحرق لي اذا انت توديني سجن اذا انت قريت الشارع غير تجاري ماشي الموضوع اذا قريت تجاري خلي الناس تسترز اما اليمين ما يسترزكون واللي صاري يسترز كايشة الخلام دي بعد فانا اقول هذا نحتاج الى وزارة تخطيط نقول على الجهات المعنية تحمل تحمل مسئوليات التخطيط طبعا انا تشوف ان الحال يمكن بتطبيق القانون فانا يمكن احنا في الدفاع المدني عندنا قانون الدفاع المدني يعني في حال عدم التزام الشخص يعني باشتراطات السلامة يتم يعني 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 حصوله على عقب اما انهوى بعقب يصل الى قرامة تصل الى خمسة الاف دينار بحريني او النهوية او النهوية بتكون على شكل عقب على اللي هو الحبس طبعا احنا عندنا قانون الدفاع المدني يعني بنعلن عنه ان شاء الله في الفاترة ان شاء الله القادمة من خلال وسائل الاعلام عسى صلنا الناس تلتزم باشتراطات السلامة دكتورة مها دكتورة مها ما بتحلوم مساءة المرصقات العلانات مخيم للإيجار على إشارة ضوئية سدها بايب فيتر ونجار وكهربائي زي ما تبي تأصرف بس سبيبي ذات هذا يرجع لقانون الاعلانات بمعنى ان هناك وعي هناك عدم وعي بتعمد وهناك وعي بجهل فانا وجهة نظري الشخصية هو تعزيز الوعي عبر المؤسسات التربوية والتعليمية وقبل ذلك في الأسرة وعلى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية أن تأخذ دورها في هذا الجانب بمعنى هناك أنظمة وهناك قوانين قد يجهلها المواطن قد لا يعلم بوجودها ولا بحجم المخالفات إذا قام بارتكابها فأيضا من أهم الوسائل أن يتم الإعلان عنها وأن تصل إلى الناس بطريقة صحيحة عبر الوسائل الكثيرة والآن ما شاء الله الهواتف الدكية في يد كل الناس فأن يكون الجميع على علم بالنظم بالقوانين بالمخالفات ولكن ذلك لا يتأتى إلا بالإحساس بالمسؤولية حقيقة الوقت مضى سريعا ولم أستطع التعقيب على موضوع الباعة الجائلين نحن بصدد نشر قرار خاص بتنظيم الباعة الجائلين تنظيم الأسواق الشعبية هناك كثير من المشاريع الطموحة التي نعمل من أجلها ولكن منح الحوار أخذنا إلى أكثر من جانب شاء الله ما كنت مملين يعني أبدا بالعكس تفضل نعم طبعا هو أكيد نتفق بأن الحل من جانبين من جانب القوانين وتطبيقها تخي نقول جانب الحكومي التنفيذي ومن جانب الوعي لدى المواطنين أيضا جانب الوعي لدى المواطنين وتفعيل الوعي بالأصلاح أعتقد قد يرجع إلى يعني الصعوبة هي في عدم وجود أرقام ملموسة عدم وجود إحصائيات يعني إدارة المرور أنا مأيد حملتها قبل الحملة كتبت مقال قلت أن في أربعة ملايين مخالفة قاطع شارة حمراء وزعلوا وقمت قلت لا في أربعين مليون في مقال ثاني حسبت حسبه معين التقاطعات وغيرها طيب بغض النظر عن قلت لهم سوا والله يا شيخ ناصب سيد روسيع مثل ما يقولون يعني تقبل لا متقبلين طبعا ودليل قيامهم بهذه الحملة كنموذج وإنما أنا قصدي أن لا توجد حصائيات ليش ما يكون في حصائيات لن نترك حصائيات لن نشرح حصائيات هذه المشكلة كل إنشاء الكلام هذه المشكلة كيف نبني تطورنا لو قعدنا مثل هذه الجلسة سنة القادمة فهذه أحد المشاكل من جانب ثاني الأمور البلدية تفضل في الأمور البلدية طبعا أنا ما مداني أذكر إنجازات بلدية المحرق بشقيها الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي هي إنجازات بس كثير ما نقول هي إنجازات كثير ما هي إحباطات من العدد الخيالي من المخالفات كمعلومة إن المفتش علشان يرجع مرة ثاني من نقطة البداية كمناطق يحتاج شهر ونص وفي بلدية المحرق في خمسة عشر مفتش فحسيت يعني إنه نحن في عز مقارتان بالثنين اللي عندكم بس من شذي أنتم بنظمين يعني أنا قبل ثمان يوم رايح أعزي المحرق يا حليلات يعني محرق شهر ليلات شهر إنه متاه يرجعني حياتك الله طيب الله يطاول لي أمنك أنا سمحوني بقول ملاحظتين يعني في ناس بتقول لي قائموا من حق يا مذيع لا بقول ملاحظتين أول شي سالفة المرسقات وايد سهل لنك تضبطها إذا سامي حط اسم كهرباء يتصل في سامي يقول لنروح جير إعلانك نزيل لأن إعلانك موجود الشي الثاني خلونا نوعه حق جانب إنساني في موظف أو موظفة يات عليها شكاوي وايد في مركز صح يعود عندما تتعامل مع المرضى تتعامل إياها تتعامل مع هؤلاء المرضى من غير وعي وأحيانا نتسمعهم كلام خصوصا مرضى السرطان محتاجين إلى من يدعمهم فأنا أتمنى أن يكون عندها وعي لأنه ممكن أي واحد فينا بعد الشر يصيد هذه المرض إلا الدوة مموجود ما يحتاجي تعطون هدوة هذه الحكومة مم قصرة اللي يخليها لنا من زين ولا في داعي أن نسمع المريض هذه الكلام المريض مهم وكل مواطن في البحرين مهم ولكرامته وهذه الله يطول عمر جالة الملك والقيادة أنه هذه وفرته الدولة لكل مواطن بحريني ولكل مقيم كرامة له لأننا نحن نستحق هذا الاحترام من قائد مسيرتنا ونهضتنا فما في داعي نسمع هذه إلا وعي فيجب أن نكون وعي إنسانيا قبل كل شيء عشان نقدر نتعامل بوعي مع الناس شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة